من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي مرحبا بك زياد نستطلع منك الوضع وآخر تحديثات الميدان حيث أنت دعني أبدأ جنوبا وفي العمق أكثر إلى إيلات مدينة إيلات أطلقت كتائب القسام صاروخا تجاه تلك المنطقة سقط في منطقة الآن هناك قصف سأرى إن كان هناك ربما ندعي الكاميرا ترى المنظر الطبيعي ربما يمكن أن نرصد هذا القصف المدفعي الآن لمنطقة بيت حنون التي نحن على مشاريفها أقول أطلقوا صاروخا سقط في محيط مدينة إيلات جنوبا هذا صاروخ بعيد المدى جاء ذلك بعد ساعة على إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى R.I.160 أطلقته كتائب القسام تجاه مدينة حيفا سقط أو انفجر بالأحرى جنوب حيفا وفق الإسرائيليين انفجر في الهواء وأحدث انفجارا قويا سمع إلى المناطق المحيطة جاء ذلك فيما تواصلت الرشقات الساروخية تجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة جنبا إلى جنب مع استمرار الغارات الإسرائيلية هنا على المناطق الشمالية والشرقية وأيضا في العمق في مدينة غزة وحتى جنوبا في خان يونس ورفح طيب آخر كذلك ما تأتي عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية زياد يعني ومسألة الاستقدام والتحشيد والقرارات وفيما إذا هناك أخبار فيما يخص ما أعلن قبل فترة ودائما يتكرر مسألة الاجتياح البري هذا صحيح بالنسبة للموضوع الاجتياح البري بات واضحا وربما نفهم ذلك حتى من عنوانها آردس اليوم هناك اجتياح بري ولكن كي تفهم متى عليك أن تسأل بايدن الرئيس الأمريكي وليس نيتانياو في ذلك دلالة واضحة على ما يقولونه حتى في إسرائيل بأن إسرائيل خضعت لإملاء أمريكي في هذه الجزئية وهو أعطاء فرصة كاملة لإمكان إطلاق صراح المزيد من الأسرة والرهائن من حملة جنسية المزدوجة إسرائيل أيضا أرادت تطوير ذلك إلى إطلاق صراح المدنيين وإبقاء العسكريين في المرحلة الأولى هناك أيضا طبعا هذا كله يفصل عن عملية برية قد يستغرق أياما أو أسابيع وبالتالي هناك تريث في العمل البري بالإضافة إلى ذلك كان هناك عرض أو غربي على الإسرائيليين وهو أيضا كان تبلور في داخل إسرائيل من قبل مسؤولين أمنيين السابقين التقوا نتنياهو في الأيام الأخيرة منهم الجنرال إسحاق بريك الجنرال في الاحتياط واليوم دان حلوتس رئيس أو قائد سلاح الجو الإسرائيلي عام 2006 قالوا لنتنياهو أن الصفقة الأفضل هي تفريغ السجون الإسرائيلية من كامل من الأسرة الفلسطينيين بمعنى نقل الأسرة الفلسطينيين جميعا إلى غزة واستلام الأسرة الإسرائيليين في المقابل مع استمرار القتال أو محاولة إنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر لا تعقيب في مكتب نتنياهو حول هذا الموضوع طبعا هذا طرح ونوقش ولكن لا تعقيب حول هذا المقترح الذي يتداول وهناك طبعا دور أمريكي ثقيل وكبير فيما يتعلق بالأسرة كما هناك بوساطة أساسية قطرية ومصرية طيب زياد كذلك يعني ولو أنك تتابع الميدان ولكن في الوقت ذاته هل من ردات فعل أو هناك قرار معاكس مثلا من ضابط سابق أو من بعض المسؤولين أو هناك مثلا نصيحة في التأنف في مسألة الاشتياح البري لأن كثيرين يقولون بأن هذا الاشتياح لن يكون نزهدا كما تتحدث كثير من وسائل الإعلام وهي متابعة صحيح جدا ومعروف عن نيتنياهو تحديدا أنه من المترددين في إدارة الحروب هو لا يبحث عن الحسم في العادة ولا يغامر كثيرا هذه المرة تورت بين مزدوجين في هذه المعطيات الأسوأ في تاريخ إسرائيل كما يقول الإسرائيليون الانهيار الشامل في بداية هذه الحرب والنتائج الكارثية دفعته إلى هذا الموضوع دفعا لا مبادرة لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية في هذا الموضوع لهذا هناك من يقول أنه لا فكاك من هذه المعادلة الدخول البري بشكل أو بآخر ليس بالضرورة اجتياح كامل قطاع غزة والبقاء أشهر ربما أمور أخرى ولكن ليس هناك الكثير من الخيارات أمام نيتنياهو لأن المعطيات سيئة جدا ولأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يدخل ربما لإنخاذ ماء الوجه وتحسين الثقة التي انهارت به إسرائيليا يريدون أن يفعلوا هذا الموضوع هناك تردد في المستوى السياسي تحديدا نيتنياهو وليس جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي باقي الوزراء جانتس كلهم يدعمون لا بل دعموا كما تقول الصحافة الأمريكية حتى دعموا أيضا تصعيدا نوعيا ضد حزب الله استباقيا رفضه نيتنياهو أيضا بضغط أمريكي أكيد لأن قضية الحرب الإقليمية الشاملة قد تعرض بصالح الولايات المتحدة للخطر ولهذا طلبوا من نيتنياهو عدم الانجرار إلى حرب في الشمال إذا استطاع ذلك بمعنى عدم المبادرة على جبهة الشمال طبعا هو يرد ويقتل من عناصر حزب الله ولكن ليس بالشكل الذي قد يشعل حربا حتى الساعة على الأقل شكرا جزيلا لك من على الحدود مع قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زميل زياد حلبي شكرا جزيلا لك